بسم الله الرحمن الرحيم ده تولتوريال رقم سبعة هنحل مسائل من شيت فور على البوستر اللي هو الليكتشر الجديدة اللي خدناها النهاردة ان شاء الله اول مسألة في الشيت بيقول عندي اللي هي البستون reciprocating bump single slender single acting works against static delivery head 96 متر at 42RPM ملاحظين طبعا الRPM قليل and force 45 liter per second of water ده الفلو رات a long delivery pipe 25 cm diameter and 130 meter long then diameter and then diameter and the length that delivery pipe there are no air vessels bifriction factor bifriction factor 24 من 1000 والسلب يساوي 3% the stroke of the plunger is twice the plunger diameter the stroke اللي هو المشوار او المسافة اللي بيتحركها البستون بتساوي 2 the diameter بتاع the plunger طالب حاتين اول حاجة بيقولي احسب ال diameter diameter بتاع البستون المطلوب التاني عايز maximum pressure in the delivery pipe عايز اكبر pressure بيحصل في delivery pipe وداني اكويشن زي اكويشن بجيب منها الانيرشيا و اكويشن تانية بحسب بيها الفريكشن طب الحل كالتالي عشان احسب ال diameter ال diameter بتاع البستون موجود في الاكويشن بتاعت الكيو زي ما شفنا في المحاضرة عشان اجيب الكيو استغل ال given اللي في المسألة قال لي اللي اللي هي بتعبر عن الفرق بين السيوريتيكال فلو ناقص الاكتشوال فلو كبرسنتج من السيوريتيكال فلو في المسألة كان مديني الاكتشوال فلو اهي 45 ليتر بر سكند يبقى الكيو الاكتشوال هتبقى 45 من الف متر مكعف في السنية السليب 3% يبقى من هنا قدر احسب السيوريتيكال فلو هيطلع ب 46 من الف متر مكعف في السنية من الاكواشن زي ما شفنا في المحاضرة ان السيوريتيكال فلو هنا بتعامل مع سينجل سلندر سينجل اكتنج يبقى اذا الكيو سيوريتيكال هيساوي ال L الستروك في البستون اريا في ال RBM مقصوم على 60 الستروك بيساوي اتنين الديامتر ال L هيساوي اتنين ال D البستون اريا بي على 4D سكوير والRBM عندي هنا بتاعة البمب اتنين واربعين والسيوريتيكال فلو انا لسه حاسبها 46 من الف هيبقى عندي مجهول واحد اللي هو الديامتر اقدر يحسيبه بسهولة من المعادلة يبقى البيستون دامتر هيطلع بحوالي تقريبا 0.34 متر المطلوب التاني عايز يحسب اكبر موجود في ال نرجع تاني لل اللي احنا شرحناه في المحاضرة الماكسمان بريشر اللي بيحصل في ال بيحصل عند نقطة من 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 احسب ال 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 اللي بتحصل ناحية final ال ر او اميجا سكوير اعود بال اللي عندي إداني اللينس بتاع البايب ديليفري 130 والريديس بتاع الكرانك هيساوي الستروك على 2 الستروك بيساوي 2 الديامتر كما هو جيفن في المسألة يبقى إذن الكرانك ريديس هيساوي الديامتر بتاع السيلندر 0.34 الأوميجا 2πn على ستين الـn كانت 42RPM البيستن أريا أنا حسبته والبيب أريا جيفن من هنا نعوض نقدر نحسب الانيرشيا هيد الماكسمام اللي بيحصل عند الديليفري بايب هيطلع 173 متر وطف في حاجة أنا برضو لازم أتأكد ممكن الفريكشن اللي عندي نقطة يبقى أكبر من الانيرشيا اللي عندي نقطة لازم أتأكد برضو أنا هنا حسبت الانيرشيا هيد اللي عندي نقطة ممكن يبقى الفريكشن هيد أكبر من الانيرشيا هيد دي حتة تأكدية فعشان كده هحسب الفريكشن اللي بيحصل عند نقطة ن باستخدام الإكوشن اللي عندي في المسألة اللي هي درسي إكوشن الفريكشن هيد أي ساوي الفريكشن فاكتور F L البيب لينس على D البيب داامتر في البي سكوير على 2G قادي الواحد على 2G والماكسمم فلوستي هتساوي أهي الA بتاعت السلندر السلندر أريا على البيب أريا في الأوميجا في الأر طبعا ده كل سكوير هعوض بالجيفن اللي في المسألة الفريكشن فاكتور معايا أهو 11 24 من ألف اللينس والديامتر الاريا بتاعت البستون area capital حسبتها والاريا بتاعت البايب والكرانك ريديس والأوميجا هم هم نفس الأرقام اللي فوق هيطلع إن الفريكشن هيد بكم خمسة متر فعلا زي ما أنا قلت إن غالبا بنسبة كبيرة الانيرشي هيد عند نقطة سي يبقى أكبر من الفريكشن هيد يبقى إذن الماكسمم تريشر اللي بيحصل في الدليفري لاين هيكون عند نقطة سي طب بيساوي كام بقى يبقى البي ماكسمم هيساوي الجاما سبيسيفيك ويت مضروف في الهيد يبقى HD زائد HAD الجاما بتعامل مع وطر يبقى روف جي روف ألف والجي 9.81 الستاتيك ديليفري هيد كان جيبن ب 96 متر والإنيرشيا الماكسمم أنا لسه حاسبها 173 متر يبقى إذن الماكسمم بريشر اللي بيحصل في الدليفري لاين عند نقطة سي بيعادل تقريبا 26 بار جيج جيج يعني فوق الأتموسفيريك بريشر ده كان المطلوب التاني في الايه السؤال الأول في أول مسألة في الشيت المسألة التانية دي بقى فكرة تانية مختلفة عن أول مسألة هي برضو على نفس الموضوع Reciplicating Bump Single Cylinder Single Acting Reciplicating Bump هنا بقى أدننا الاستروك اللي هو المشوار أو المسافة اللي بيتحركها البiston الاستروك بيساوي 300 متر مليمتر البiston ديامتر 200 مليمتر اللي اللي الانس and the diameter of suction pipe 12 متر والديامتر 1.5 مليمتر البم دروا water from an open tank with water level 3 متر below البم center line يعني البم بتسحب مية من tank تمام 3 متر أسفل البم يعني مستوى التانك تحت مستوى البم بتلاتة متر دي اللي هي مين اللي هي الـ HS يعني الـ HS هنا عندي بتلاتة متر الفريكشن فاكتور 35 من 1000 السيباريشن in the bump cylinder is to occur at an absolute pressure of 2 و 8 من 10 مت water السيباريشن هنا مقصود بالكافيتيشن الكافيتيشن بيحصل لما الـ liquid pressure يوصل إلى هذه الـ value بما يعادل 2.8 من 10 متر of water دا اللي هو الـ vapor pressure فبيسألني what is the maximum possible speed of rotation ايه اكبر سرعة ادور بيها البم بحيس ما يحصل ش cavitation ايه اكبر سرعة ادور بيها البم بحيس ما يحصل ش cavitation طبعا هنا بيقوللي without air vessel on the suction side هنا مفيش مش مركبين اي air vessel ناحية السكشن وداني اكويشن زيه given اداني الانيرشيا head الماكسموم وداني الفريكشن head الماكسموم عشان عشان اقدر احسب الكافيتيشن ازا ما احنا قلنا في المحاضرة انا مش متأكد الكافيتيشن بيحصل عند المينيمام بريشر ممكن المينيمام بريشر يحصل عند نقطة اي داش وممكن يحصل عند نقطة ام فانا مش متأكد فين بيحصل الكافيتيشن هل هو عند اي داش ولا عند نقطة ام فعشان كده هنحل عند الاتنين مرة هنحسب عند اي داش نحسب الانيرشيا head ومرة نحسب عند اي نقطة الام اللي هي ال اي الفريكشن head بكام طب اول حاجة هنبدأ عند سي تفزيرو اللي هي نقطة اي داش المينيمام بريشر هنا كريتيكالي لما نقطة اي داش مينيمام توصل البيبر بريشر يبقى البي فيبر على جاما ده اللي هي الكريتيكال كيس هيساوي الاتموسفير بريشر باتموسفير على جاما اطرح الاتش اس واطرح الانيرشيا head اتش اس طيب البيبر بريشر كان جيب هنا هو في السطر الرابع بيحصل لما الابسوليوت بريشر بيوصل الى اتنين وتمانية من عشر متر يبقى ده الفيبر بريشر يبقى على جاما هشيلها احط مكانها اتنين وتمانية من عشر الاتموسفير الاتموسفير بمعروف بمعروف طبعا بعشرة بوينت سري ميتر الاتش اس قال لي في المسألة انه مستوى البمب فوق مستوى الساكشن بثلاثة متر يبقى الرقم ده اللي هو الاتش اس بثلاثة متر من هنا نقدر نطلع مين الانيرش هيد اللي بيحصل عند الاتش يبقى الاتش اس ماكسموم الانيرش هيد عند سيتاب زيرو من الاكوشن البسيطة دي هيطلع بكام اربعة ونص متر هو في المسألة كان مديني الاكوشن بتاعة الانيرش هيد الاتش اهي الاتش اي اس بتساوي اسلندر على ا poi في طول الساكشن اللي s على ج في الكرانك رادياس ار في الامiga سكوير أعوض عن الع tant بي على اربعة دي سكوير أعوض عن ال ا بي بي على اربعة دي بي سكوير الامگا by n على ستين الكرانك رادياس ار بيساوي الستروك على الاثنين الستروك عنده في أول سطر 300 ميلي يبقى point 3 على الاثنين بكده أقدر أعوض في المعادلة بتاعة الـ HIS الـ inertia head كل حاجة معايا هنقدر نحسب مين بقى الأوميجا ومن الأوميجا نجيب الـ n يبقى ديه الكريتيكال أو الماكسمام ربي ام دي أكبر ربي ام أقدر أشغل بيها البمب 23 ربي ام من غير كافتيش لأن أنا لو زودت فوق 23 ربي ام إيه لا يحصل بقى الـ inertia head ده هيزيد ولما يزيد الـ inertia head هيقلل الـ liquid pressure تحت الـ vapor pressure فالمكسمام ربي ام اللي أقدر أشغل بيها البمب هي 23 ربي ام ده في حالة ايه بقى ده في حالة إن أنا واقف عند نقطة اي داش اللي هي setup zero طب لازم برضو أتأكد إن المنمم عند نقطة ام الفريكشن يعني برضو لازم أعمل تشك على نقطة ام ممكن يبقى المنمم عند ام أقل من اي داش معنا مش عارف مين القليل هل اي داش هي الأقل ولا نقطة الام ده بيعتمد على الـ value بتاعة الفريكشن والإنيرشي الانخفاض اللي بينزله عند اي داش ولا ام مين الأكبر فأنا مش عارف طب هعيد الحسابات تاني عند نقطة ام عند سيتا 90 هعيد نفس الكلام عند سيتا 90 نفس المعادلة critically الـ pressure عند نقطة ام هيبقى الـ vapor pressure هيساوي الـ atmosphere ناقص الـ hs ناقص الفريكشن بقى المرة دي عند نقطة ام بناخد الفريكشن ولكن عند نقطة اي داش بناخد الـ a الانيرشي طيب نفس الكلام هعوض عن الـ vapor pressure given اهو اتنين وتمانية الـ atmospheric pressure يساوي 10 و3 من 10 متر الـ hs الـ static section head 3 متر والفريكشن هنا هنحسبه هيطلع باربعة ونصف متر طيب المرة دي بقى اعوض او هستخدم الـ equation بتاعت الفريكشن لان انا واقف عند m m دي الفريكشن هنم ديني معذف المسألة given اهي اهي اللي ان الفريكشن الماكسموم اهي f l على d 1 على 2g a capital على a small r omega square اعوض هستخدمها في الحل الـ hf الفريكشن head maximum الفريكشن factor given 35 من 1000 طول الـ suction line given اهو فين الـ length and the diameter of suction 12 متر والديامتر بتاع الـ suction 100 ملي الـ cylinder area الـ cylinder area الـ A capital بيع على الارباعة d square بتاعت السيلندر والـ a small بتاعت الـ suction pipe هتقبع بيع على الارباعة d pipe الـ r crank radius وعبارة عن الـ stroke على الـ 2 والـ stroke عندي جيب هنا ههو 300 ملي هعود في المعادلة دي المجهول الوحيد هو الـ omega الـ omega منها اقدر اجيب الـ rbm الـ omega بتساوي 2 pi n على 60 يبقى من هنا من الـ equation بتاعت الـ friction اقدر احسب الـ maximum rbm اللي تعمل يبقى في حالة friction الماكسموم rbm الـ critical rbm بكام بـ 73 rbm هنا بقى عندي اتنين rbm اخد مين الـ rbm بتاعت الانيرشية بـ 23 هي الماكسموم والـ rbm بتاعت الـ friction 73 بناخد الاقل يبقى هنا الـ friction النقاس الانيرشية بتحصل بادري بتحصل عند rbm بكام 23 فاكبر الماكسموم possible speed of rotation اكبر rbm اقدر اشغل بيها البمب من غير cavitation هي تبقى 23 اشتركوا في القناة المسألة التالتة فكرة تانية برضو نفس النوع single acting single cylinder reciprocating bump handling water has rbm 20 mm الرام diameter بتاع الرام الرام اللي هو البiston او البلانجر and الاستروك 300 m no air vessel are fitted to the bump والسلب كان 3 في المية الساكشن pipe 150 m in diameter وطوله 4.5 متر الاستاتيك ساكشن lift 4 متر and الماكسموم انيرشية pressure in the ساكشن pipe for no cavitation 30 كيلو نيوتن بير متر سكوير المسألة دي عكس زي اللي فاتت بالضبط بس المرات هنا هو وداني الانيرشية pressure جاهز مش هحسبه زي اللي فاتت يعني هنا قال لي الماكسموم انيرشية pressure في الساكشن من غير cavitation 30 كيلو نيوتن بير سكوير متر بيسألني عايز يحسب بكامل اللي قدر اشغل بها الحاجة التانية احسب البم discharge الكيوب كام الحاجة التالتة احسب الماكسموم negative pressure في النوع cavitation ايه اكبر negative pressure اقدر اوصله من غير cavitation وقداني برضو التو equation واحدة بحسب بيها الانيرشية head والتانية بحسب بيها friction head نمسك اول مطلوب عايز يحسب البم operating speed البم operating speed موجودة فين موجودة جوه friction وموجودة جوه الانيرشية الانيرشية جيف هنا هي في المسألة في اخر سطر قال الانيرشية بيكان 30 كيلو نيوتن متر هستغل لهذا جيف اه والانيرشية الماكسمم بتحصل في بداية الستروك عند سيتا بزيرو عند الايداش ده اكبر انيرشية اللي هي الاسل ريش هو من الدهان اه قال ان البروشر بيكان 30 كيلو نيوتن بير سكوير ميتر احاول الى هيد ان ده بريشر هقسم على الجاما 9810 بتعامل مع ووتر في اول سطره ايه الووتر يبقى اذا الماكسمم انيرشية هيد في حالة السكشن هيطلع بتلاتة وخمسة من مية متر ووتر اساوي الرقم ده بالاكويشن اللي عندي الانيرشية هيد اي كابتل ال ا سيلندر على ال ا بايب في طول السكشن لين على جرافتي اكسلراشن في الكرانك راديس ال اوميجا سكوير ال ا ال ا سيلندر بتساوي باي على اربعة دي باستون سكوير ال ا بايب باي على اربعة دي بايب سكوير الكرانك راديس هيساوي الكرانك راديس انا هو given ال stroke 300 ملي اعوض بالارقام دي في الاكويرشن بتاعة الانيرشيا هيد اقدر احسب المجهول الوحيد اللي هي الاميجا ومن الاميجا اقدر اقول ليه بتساوي طو باي ان على ستين من هنا اقدر احسب الايه ال رب يبقى ال رب ال رب اللي شغال دي الوقت بكام 47 رب هنا ملاحظين في الارقام ان الار بي ام قليلة زي ما انا قلت في المحاضرة من عيوب ال post displacement bump ما بقدرش اشغالها عند رب ام عالي بسبب الميكانيكال اه وبسبب الانيرشيا لان الانيرشيا لما بتزيد بتقلل ال pressure قوي الانيرشيا بتزيد اهي فال ايه داش بتقل قوي ولما الانيرش تقل قوي ممكن يحصل cavitation دي من عيوب reciprocating bump المطلوب المطلوب التاني عايز يحسب البنب discharge هنا بتعامل مع single acting single cylinder في الحالة التاني theoretical هي ساوي ال an على 60 ال اللي هو ال stroke ال area بيع ال 4 d square وال n عندي given انا لسه حسابها 47 rbm هعوض عن diameter وال stroke 3 من 10 من هنا راح سيد مين theoretical flow ده theoretical flow باستخدام slip اي اللي slip 3% يعني slip slip هو الفرق بين theoretical flow ناقص actual flow على theoretical flow theoretical flow أنا لسه حسبه 7.5 لتر في الثانية ناقص actual flow ده المطلوب حسابه على theoretical flow من المعادلة دي نقدر نحسب ايه بقى actual flow rate يبقى actual flow rate حاليا اللي طالع من البمب الفعلي 7.2 من 10 لتر في الثانية المطلوب الثالث عايز يعرف maximum negative pressure for no cavitation ايه اكبر negative pressure اقدر اوصله من غير ما يحصل cavitation الماكسيم negative pressure اقدر احسيبه ازاي من نفس المعادلة البيئة atmosphere هيساوي او بيئة atmosphere نقص نقص vapor ده اقصى حاجة اقدر اوصل لها اقصى negative pressure الفرق ده اللي هو عبارة عن ال hs الاستاتيك section head left زائد ال h is اللي هو الانيرشيا head اللي بيحصل عند مين عند البداية الاستروك عند c top zero طيب ال b atmosphere وال p vapor اقدر احسيبهم بدلالة ال hs وال his ال hs هو هنا ايه اللي في المسألة ال static section left given باربع متر يعني ال hs بتساوي اربع متر وال الانيرشيا head اللي بتحصل في ال section line لقنا لسه حزبينها طلع بكام اهي بتلاتة وخمسة من مية متر يبقى اذا الماكس مم نيجيت pressure هجمع الاربع والتلاتة يطلعوا بسبعة متر ودف لو عايز احولوا الى pressure بالباسكال اضرب في الجامع يبقى اذا الماكس مم نيجيت pressure pressure هيساوي بي اتماسفير نقص بي فيبر هيساوي جامع في الهيد الهيد اللي هو هذا HS زائد اله اس اللي بيحصل عنده نقطة الـ داش الجامع هنا بتعامل مع ووتر الجامع عبارة عن روف جي يعني تسعة تلاف تونمية وعشرة الـ HS باربعة والـ HS حسبتها بتلاتة يبقى اذا الماكس او هيساوي ستة وتسعين كيلو باسك طيب المسألة الرابعة فكرة تانية بيقول عندي نفس النوع برضو single acting single cylinder reciprocating bump has ram ram اللي هو ou او البستون دامتر عشرين سنتيمتر الـ stroke تلاتين سنتيمتر البم بسبيد هنا بقى المرادي غير الدان البم بسبيد قبل كده كان بيطلبها يقول لك الـ maximum او ال operating هنا مرادي الدان البم بسبيد تلاتين ربم وزيما لاحظين صغيرة اركام صغيرة لتجنب الكافيتيشن and no air vessel is fitted to the bump السكشن pipe is vertical and is عشرة سنتيمتر in diameter زي الرسمة اللي قدامي السكشن pipe vertical والديامتر بتاح عشرة سنتيمتر الدلivery pipe is also عشرة سنتيمتر in diameter and the total length of suction and delivery pipes 18 meter والتول الكلي with suction with delivery line 18 meter and static lift became 16 and half meter bump يعني ايه الكلام ده يعني الكيو سوريتيكل هتساوي الكيو يعني مفيش وبيقول لي هنا الكافيتيشن اكير وين الابسيديوت بريشر فولز بلو 28 من مية بار الكافيتيشن بيحصل لما يوصل للرقم ده والاتمسفيري بيساوي واحد ويت سات مية بار والدان بتاعة الانيرشيا هد والفريكشن هد نيجل او مطلوب عايز الماكسيمام هايت الماكسيمام هايت موجود فين في نفس المعادلة بتاعة البريشر بس هنا برضو في حاجة لازم ادرس عند اي داش وعند ام لان انا برضو مش عارف فين الميني من بريشر الميني من بريشر ممكن يحصل عند عند سيتا بزيرو وممكن يحصل عند سيتا بتسعين فلازم احل مرتين انا مش متأكد هو غالبا بيحصل عند مين عند ال اي داش بس برضو للتأكيد لازم برضو نحسب الفريكشن ونشوف من الميني من طيب نبدأ باول حاجة هبدأ بسيتا بزيرو اللي موجود عندي هو الانيرشيا هد من ال اي داش اهو ادي المعادلة بيساوي على اي بايب في طول السكشن على في الكرانك راديس اوميجا سكوير طيب طول السكشن لاين اي دي الرسمة اه طول السكشن لاين طول البايب دي عبارة عن ايه عايز اجيب طول البايب طول البايب هيساوي الارتفاع ناقص الديامتر على الاتني الديامتر بتاع البسطل على الاتني تقريبا يعني ممكن تعتبر طول السكشن لاين هو نفسه الاتجي اس تقريبا طول السكشن لاين اللي هو الالس تقريبا بيساوي الاتجي اس طيب آآ السكشن اريا البايب اريا اللي هي اس باي على الارباعة دي بايب سكوير السلندر اريا الكروس سكشن باي على الارباعة دي بستون سكوير الاميجا طو باي ن على ستين وال الكرانك ريديس الكرانك ريديس هيساوي الستروك على اثنين الستروك عندي فوق هوب تلاتين سانتي هقسم على الاتنين اقدر اجيب الكرانك ريديس اعوض بالارقام اللي في المسألة الاريا بتاعة البايب والاريا بتاعة الاس سلندر وطول السكشن لاين اللي انا اعتبرته بسه او الاتجي والكرانك ريديس والأوميجا هيطلع في النهاية ان الاتجي اي اس ماكسموم بيساوي ستة من عشرة الستاتيك هيد حتى الان انا لسه مش عارف الاتجي اس ده مطلوبة في المسألة عايز يعرف الاتجي اس بكام بس انا جبت هنا الانيرشي هيد الماكسموم والستاتيك هيد طيب من اين اجيب الستاتيك هيد اعضر احسيبه من الاكويشن بتاعة اشر واحد بار. عوض عن الاتش اي اس ماكسمال بستة من عشرة اتش اس. هيطلع لمعادلة في مجهول واحد. اللي هو الاتش اس. يبقى من هنا على طول قادر احسب مين? الاتش اس. هيطلع بارباعة وسبعة من عشرة متر. يبقى اقصى ارتفاع. اقدر اسبت عليه فوق مستوى السكشن سمب. اربعة وسبعة من عشرة متر. لو حقيقة البمب بوق كده يعني اعلى من الرقم ده هيبدأ يحصل ده اول مطفوط في المسألة ايه هو ده اقصى ارتفاع اقدر اركب عليه البمب. في حاجة زي ما انا قلت لازم برضو اتأكد من الفريكشن. يعني الحسابات اللي فاتت دي كانت مبنية عند مين? عند سيتاب زيرو. لازم اتأكد برضو عند سيتاب تسعين لان ممكن يطلع الفريكشن هيد اكبر من مين? الانيرشيا هيد. عشان كده اعيد الحسابات عند سيتاب تسعين اهو. ونحسب الماكس من فريكشن هيد. عنده نقطة ام. من نفس المعادلة اللي مدهاني في المسألة. مديني برضو اكويشن اهي. للفريكشن. الفريكشن فاكتور جيفن. باربعة من مين. طول السكشن اللي اس. السكشن لاين اعتبرناه نفسه الاتشي اس. السكشن دامتر جيفن عندي عشرة سنتي يبقى واحد من مية. مقسوم على جي جرافتي اكسلريشن. مضروف في الاسيلندر. على الاي بايب. باي على اربعة دي بايب سكوير. في هيساوي على اتنين في الاميجا. والاميجا طوباي ان على ستين. دي. كل حاجة معايا. هيطلع ان الفريكشن الماكسموم بكان سبعة من مية متر. يبقى اللي بيحصل عند سيتا بتسعين نقطة ام. بيساوي سبعة من مية متر. اعوض في نفس الاكويشن. كريتيكالي الكافيتيشن هيحصل لما الليكويد بريشر يوصل للفيبر بريشر يعني بي فيبر على جاما. هيساوي بي اتنوسفير معايا. والاتش اف اس الفريكشن هيد انا لسه حاسبه بسبعة من مية. من هنا نقدر نحسب مين? الاتش اس. اللي هي الاستاتيك ساكشن ليفت. هيطلع بكم? سبعة متر. يبقى اقصى ارتفاع اقدر اركب عليه البامب. في حالة الفريكشن هيطلع بسبعة متر. يبقى هنا بقى اتنين اتش اس. واحد طلع بسبعة متر والتاني طلع باربعة متر. ناخد مين? الاقل. ان الكافيتيشن هيحصل عند اربعة. فانت لو ركبت البامب على سبعة سبعة متر. كده كافيتيشن يحصل عند اربعة. يبقى عشان تأمن نفسك. اشغل عند البامب او اسبت او اركب عند البامب هو مين بقى? هيطلع باربعة وسبعة من عشرة متر. ده معناه ايه? ده معناه ان فعلا ان الانيرشيا هي الاكبر من الفريكشن هيد. فعلا الفريكشن طلع بكم? سبعة من مية. ولو جيت حسبة الانيرشيا هتليه اكبر من سبعة من مية. المطلوب التاني في المسألة عايز يحسب البريك باور. زي ما شفنا في المحاضرة الاكتشوال باور او البريك باور هتساوي السيوريتيكال باور على الاوفورول ايفيشنسي. السيوريتيكال باور زي ما احنا شفنا في المحاضرة عبارة عن سبيسيفيك ويت جامة. سبيتيكال في الايفوريت كيو سيوريتيكال في. الاستاتيك سكشن زائد إذاد الفريكشن. الفريكشن اللي بيحصل في السكشن يبقى اثنين على ثلاثة الفريكشن الماكسمام في السكشن زائد اثنين على تلاتة الفريكشن الماكسيمام في الديليفري. طيب. نيج بالنسبة للفريكشن? الفريكشن في السكشن انا حسابته. اهو في السلايد اللي فاتت اهو. اللي بيحصل في السكشن طلع بسبع من مية. بقيلة بس احسب الفريكشن اللي بيحصل فين? في الديليفري. عشان احسب الفريكشن اللي بيحصل في الديليفري. لازم اعرف الطول بتاع الديليفري بايب. اللي دي. في المسألة كان مديني ال ال توتل. بنرجع كده للجيفن. اهي. كان ايه اللي توتل لنس. اف سكشن اند ديليفري. تمنتاشر متر. ده مجموع السكشن والديليفري. احنا قلنا ان السكشن بكام? السكشن لاين. اللي سكشن. تقريبا بيساوي الاتش اس. لانه لانه البيب فيرتيكل. لما تبقى البيب فيرتيكل. يبقى تقريبا السكشن لاين. اللي سكشن هيساوي الاتش اس. اللي هي باربعة وسبعة من عشرة متر. طيب. يبقى ايزا طول الديليفري هيساوي. ناقص الالي سكشن. اطرح بقى اربعة وسبعة من تمنتاشر. كده انا حسبت مين? طول الديليفري. بكده اقدر احسب اللي هيحصل في الديليفري. يبقى ازا. الاتش اف دي. الماكسمن. نفس المعادلة هي. الفريكشن فاكتور جيفن. عندي في المسألة هوب كام? كان بيه اربعة من مية. طول الديليفري. انا استنتقته. طالتاشر. الدامتر بتاع الديليفري واحد من عشرة. واحد على تو جي. في ارية السيلندر على ارية الديليفري. في الار كرانك ريديس اوميجا سكوير. هعوض بالارقام هيطلع ان الفريكشن الماكسمن في الديليفري هيطلع بتسعة من عشرة متر ووتر. بقيلي بس حاجة واحدة عشان احصل بيها الباور. عايز اجيب الكيو سيوريتيكل. الكيو سيوريتيكل زي ما احنا شفنا في المحاضرة بتسوي ايه? احصل ضرب الستروك في السيلندر اريا مضروبة في الار بي ام مقسومة على ستين. في المسألة انا كان جيفن اقيل لي ان اللي بزيرو. زيرو سلب. يعني ايه زيرو سلب? يعني زيرو لي كدش. وده معناه ان السيوريتيكل فلو هيساوي الاكشوال فلو. الستروك عندي جيفن. الارية بتاعت السيلندر بيع على الارباعة دي سكوير. والار بي ام جيفن. بكده قدر احسب السيوريتيكل فلو او الاكشوال فلو. تطلع تقريبا اربعة وسبعة من عشرة. في الثانية. اعود بقى في المعارضة بتاعت الباور. كده انا معايا الكيو سيوريتيكل ومعايا الفريكشن في الساكشن والديليفري. كده اقدر احسب الايه? السيوريتيكل فاور. اهو بالارقام. بعد التعويض السيوريتيكل فاور طلعت تقريبا بتمنمية واتنين وات. عايز احسب بقى الامبوت فاور كان بقى الاكشوال فاور. او الريك باور. الاكشوال فاور او الريك باور يعبارة عن ها اسم السيوريتيكل فاور على الافرور الافيشنسي. زي ما كنا بنعمل في الريديال بامب. يبقى ازا الريك باور هتساوي الف وتلاتة وارض. ناخد بقى فكرة مختلفة. المسائل اللي فاتت كلها بتتكلم على سينجل سيلندر. طب لو بتعامل مع اه تلاتة سيلندر. الفرق هيبقى فين. زي ما احنا شرحنا وشفنا في المحاضرة ان في حالة التلاتة سيلندر الانيرشيا بتقل والفريكشن بيقل. ودي ميزة. الانيرشيا بتقل والفريكشن بيقل. بالاضافة الا ان الفلو بيبقى خارج من البامب ايه? المسألة بتقول. ها سري سينجل اكتنج سيلندر اهي. عند كرانك واحد. وكل كرانك متوصل بايه? بكونيكتنج رود مع بستن. وطبعا في فيز انجل ما بين كل كرانك والتاني. مية وعشرين درجة. بيقسم الستين على تلاتة. يبقى في فيز انجل مية وعشرين. بين كل ايه بيستن والتان. زي بيستن of which are operated by cranks اهو. ات مية وعشرين ديجري اپارت. زي بيستنز ار سيفنتي فايف ميليمتر ديامتر. الديامتر بتاع البيستن خمسة وسبعين ميلي. الاستروك بتاع الواحد مية وخمسين ميلي. السيلندرز ديستشارج الووتر into single pipe. التلاتة بيستشارج الووتر في single pipeline. الديامتر بتاع البايب خمسين ميلي. وطوله خمسة متر. البام بزبيت ستين ار بي ام. برضو ملاحظين ان الار بي ام قليل. زي ما انت شايف اه ما بقدرش اشغل ريسبريكيتنج بامب عند سرعات عالية. يعني اه لو فاكرين الارقام بتاعة الريديال كان بتعدى الالف والالفين تلاتة الاف ار بي ام. لكن هنا في ريسبريكيتنج ما ينفعش. بسبب الخوف من الانيرشيا العالية اللي ممكن تؤدي الى حدوث الكافيتيش. وبيقول لي there is no air pezzle in the delivery pipe. if the pipe discharge into an open tank. البايب بترمي على تانك. تلتمية سنتيمتر above the level of the cylinder. ارتفاع التانك فوق البام بتلتمية سنتيمتر يعني تلاتة متر. يعني بارفع الارتفاع تلاتة متر. ده اللي هو اله اه دي. اللي هو الاستاتيك ديليفري هيد. ايه المطلوب في المسألة? calculate the range of pressure in the pipe. عايز يعرف الrange بتاع الpressure. زي ما احنا شفنا في المحاضرة ان الpressure بيختلف. في بداية الestroke pressure بيبقى عالي. وبيقل لي مع نهاية الestroke. فعايز يعرف الrange بكام. الpressure من كام لكام. وقال لي take الفريكشن في البايبلاين بكام? واحد من مية. اداني اكوشن تحت هي. بتاعة السري سيلندر. ادل الانيرشيا. واحد على ستة. طبعا الانيرشيا بتقل ودي ميزة. الفريكشن بيقل لهو. بيبقى واحد على تلاتة سكوير. يعني الفريكشن بيقل الى واحد الى التسعة. وصرعة الفلو. في البايبلاين بتقل للتلت. لان انا بتعامل مع تلتة الكمية. طبعا. بالاستخدام الاكوشن بتاعة السري سيلندر. ابدأ بالانيرشيا. الانيرشيا عندي واحد على ستة. في السيلندر اريا. على البيب اريا. في البيبلاينز على الجرافيتي. في الكرانك راديس. في الاوميجا سكوير. في كوزاين اوميجا تي. الانيرشيا هنا ماشية مع كوزاين. الانيرشيا ماشية مع كوزاين. لان هي جاية من الاكسل ريش. طيب. اعوض اه بالارقام اللي في المسألة اللي عندي. ال اي. اللي هي السيلندر اريا. والبايب اريا. باي على الارباعة. والبايب لينز. هيطلع لي في الاخر الانيرشيا. الديليفري انيرشيا هيد. بيساوي بوينت فايف ستة كوزاين اوميجا تي. بالنسبة للفلو فلو ستي. الفلو فلو ستي في البايب لين. الفلو فلو ستي في البايب لين. واحد على تلاتة. التلت. السيلندر اريا على البايب اريا. في الكرانك راديس. في روتوشنا لسبيت ساين اوميجا تي. هنا اتلاحظ ان الفلو فلو ستي ماشية مع الساين. والانيرشيا كوزاين. ده الفرق بين الاتنين. هنعوض عن السيلندر اريا. بي على الارباعة دي سكوير والبايب اريا. بي على الارباعة دي سكوير. والكرانك راديس. الاستروك على الاتنين. والاوميجا طب وي ان على ستين. كل حاجة معايا. في المسألة. هيطلع في النهاية ان سرعة الفلو في حالة السري سيلندر. بيستن بامب. 0.3 سين اوميجا تي. طيب. هو عايز الرينج على البرشور. نرجع تاني. الانديكيتور دياجرام. اد البرشور على الواي. والاستروك على الاكس. قال لي احسب البرشور رينج في الديليفري. زي ما هو واضح قدامي. ان البرشور في بداية الاستروك الديليفري بيبقى عالي. سي داش. وبيقل في نهاية الاستروك الى دي داش. فعايز يعرف الرينج بكام. احسب الرينج بتاع البرشور. بيتغير من كام لكام. يعني بالبالة دي احسب البرشور عن. ده نقطة سي داش. ونقطة ان ونقطة دي داش. فعشان اجيب البرشور عن دي سي داش. لازم اعرف الانيرشيا بكام. اله اتش اي دي. وعشان اجيب البرشور عند نقطة ان لازم اعرف الفريكشن. طيب نمسك اول حاجة. في بداية الاستروك عندي سي تاب زيرو. لان نقطة سي داش. فنحط السي تاب زيرو. يعني اوميجا تي بزيرو. في بداية الاستروك هتبقى الفلوسطي بزيرو. لان السين الزيرو بزيرو. بيبقى ما فيش فلوسطي. ولكن الانيرشيا بتبقى ماكسمام. لان كوزاين الزيرو بواحد. البستون في بداية حركته. بيبقى اكسلريشن. ولكن في البداية السرعة بزيرو. لان السين الزيرو بزيرو. والكوزاين الزيرو بواحد. هيطلع بكامل انيرشيا. الاتش اي دي. طلع بوستف ستة ستة متر. يبقى البريشر بيكان بقى عند سي داش. يبقى البريشر هيجي نتيجة حاكتين. الاتش دي. طلع بويل انيرشيا من سي داش. اهو فعلا البي عند دي. هيساوي جاما. مضروف في الارتفاع اتش دي زائد الاتش اي دي. الاتش دي جيفن تلاتة متر. والانيرشيا انا لسه حسابها طلعه بنص متر. يبقى ايزا البرشر بتاعة الديليفري بيكان اربعة وثلاثين كيلو بسكال. ده البرشر فين? اللي عند سيتة بزيرو. هنعيد نفس الكلام. عند سيتة بتسعين. نفس الكلام. عند سيتة بتسعين. الانجل بتسعين. وبالتالي الفلو فلوستي سين التسعين بواحد. يبقى الفلو فلوستي بتبقى ماكسمم. بوينت تلاتة متر في السنية. ولكن الانيرشيا عند التسعين بزيرو. لان الانيرشيا كوزين. كوزين التسعين بزيرو. يبقى عند سيتة بتسعين. مفيش انيرشيا ولكن في عند فريكش. بحسب ازاي الفريكشن من المعادلة اللي الدهاني في المسألة. اهي. المعادلة عند تحت اهي هستخدمها لحساب الفريكشن عند سيتة بتسعين. الفريكشن فاكتور جيفن باربعة من مية. طول الدليفري جيفن. الدامتر بتاع الدليفري جيفن. السلندر اريا قادر احسابها. باع الاربعة دي سكوير. البايب اريا كورسيكشن قادر احسابها. باع الاربعة دي سكوير. الكرانك راديس. اللي ساولي ستروك على اتنين. والأوميجا طوبي ان على ستين. من هنا نحسب الفريكشن اللي بيحصل عند سيتة بتسعين. هيطلع رقم صغير ستة من الف متر ووتر. يبقى اذا البرشور عند سيتة بتسعين. هيساوي جاما في الارتفاع اتش دي زائد الاتش اف دي. الاتش دي تلاتة متر. والاتش اف دي عندي لسا حسب او بستة من الف. هيطلع بكان بقى. البرشور بتاع الديليفري في الحالة دي. هيطلع بتسعة وعشرين كيلو باسكان. طبعا البرشور قل. في الاول كان اربعة وتلاتين. عند سيتة بزيرو. وبيقل عند سيتة بتسعين اهو. بقى تسعة وعشرين كيلو باسكان. هنعيد نفس الكلام عند سيتة بمية وتمانين. عندي سيتة بمية وتمانين. عاوض الفلسطي ساين ساين مية وتمانين بزيرو. يبقى ما فيش فريكشن. ولكن القزين المية وتمانين بالنيجيتف وان. فعلا الانيرشيا بقت بالنيجيتف. يعني ايه الحتة دي? يعني حصل في بداية الاستروك. ببقى الاكسلريشن. وفي نهاية الاستروك. اللي بيعمل دي سيلريشن. فعلا اهو. بقى بالنيجيتف. يعني الهد بيقل اهو. من دي الى دي داش. اذا الديليفوري بريشر. عندي سيتة بمية وتمانين. هيساوي. الاتش دي. ناقص بقى الامين. الاتش اي دي. اهو. الاتش دي بثلاتة. طرحت منها. الانيرشيا هد. لانه بالنيجيتف. ناقص نص. وعشان احاوله الى باسكال. دربت فيه الجاما. ساعة كان تسعة عشرين كيلو باسكال. وعند سيتة بمية وتمانين. كان تلاتة وعشرين كيلو باسكال. ده البرشور رينج. ده اللي هو عايزه في المسألة. احسب البرشور خلال الديليفوري ستروك. يبقى ازا البرشور رينج بيتراوح من تلاتة وعشرين كيلو باسكال الى اربعة وثلاثين كيلو باسكال. بكده خلصت المسألة للتوتوريال. نكتفي بهذا القدر. وان شاء الله اشوفك على خير بازن الله. اه بعد الميت ترجم ان شاء الله. شكرا لكم وبالتوفيق ان شاء الله.